خليني أفهمك الرافعة المالية بطريقة سهلة وبسيطة بالفوركس اسمها عقود الفروقات أو CFD أما بالعملات الرقمية اسمها الفيوتشر بالفوركس بيكون شكلها 1 على 200 أو 1 على 500 ممكن توصل 1 على 2000 أما بالعملات الرقمية بيكون كمية الرافعة اسمها اللافريج بيكون على شكل 1X ممكن يوصل لل5X وفي بعض المنصات ممكن يكون عالي ممكن يوصل لل100X كل ما زادت الرافعة المالية زادت قدرتك الشرائية يعني لو حابب أنت تفتح صفقة ب1000 دولار وكانت رافعتك المالية 1 على 100 أنت بحاجة فقط بمحفظتك ل10 دولار حتى تقدر تنفذ هذه الصفقة كل ما زادت الرافعة المالية كل ما قل المبلغ أنت مطلوب بحسابك حتى تقدر تفتح هذه الصفقة لو معك أنت 100 دولار وفتحت أنت الصفقة فقط ب10 دولار استعملت 10 دولار من حسابك العشرة دولار هي تسمى الهامش المستخدم أو الused margin وال90 دولار بحسابك تسمى الهامش المتاح أو المارجن وال90 دولار وظيفته أن تغطي الصفقات المفتوحة وأنك تقدر تفتح فيها صفقات جديدة إذا الهامش المتاح خلص عندك أنت ما بتقدر تفتح صفقات جديدة مجرد ما الهامش المتاح يخلص عندك أنت دخلت بمرحلة الخطورة على حسابك هيك أنت حملته أكتر من طاقته بعد ما يخلص الهامش المتاح الخسارة تمتد للهامش المستخدم أول ما يخلص الهامش المستخدم للأسف رح يتم إقفال صفقاتك بشكل أوتوماتيكي يعني أول ما تخلص ال90 دولار أنت داخل فيها رح يبدأ ياخد لك من العشر دولار يلي فتحت فيها الصفقة ومجرد انتهاءه رح يتم إقفال الصفقة بشكل إجباري الرافعة المالية سلاح زوحدين لازم يكون عندك خبرة كافية حتى تقدر تستعملها مشان هيك ما تستغرب لما يكون معظم خسائر المتداولين بسبب الرافعة المالية لأن الرافعة المالية مثل ما بتضرب لك حسابك وأرباحك بمية كمان بتضرب لك خسائرك أيضا بمية الخسائر بتكون موجعة وسريعة أيضا الحساب الإسلامي شو المقصود فيه هلأ الرافعة المالية لما تفتحها أنت بالعملات الرقمية أنت رح تدفع رسوم كل 6 أو 8 ساعات فيه عندك وقت معين رح تفتح رسوم لتبيض الصفقة رسوم للصفقة يلي أنت فاتحها هذا هو العمولة أو رسوم التبييد يعني أنت في عندك عمولة أو فوائد على القرض يلي أنت أخذه بالصفقة أما الحساب الإسلامي يلي بتقدمه منصات الفوريكس أنت ما في عندك أي رسوم تبيض وما في عندك أي عمولة بتدفعها للمنصة يعني مهما خليت الصفقة أنت مفتوحة يوم يومين شهر أنت عندك فقط مبلغ سابق بتدفعها للمنصة أثناء فتح الصفقة فقط أو إغلاق الصفقة ما في عندك أي رسوم بتدفعها للتبيض في العملات الرقمية الرافعة المالية أيضا في شيء اسمه كروس وأزوليت متبادل أو معزول بالمتبادل أنت لما تدخل بصفقة بعشرة دولار مثلا ويبقى بمحفظتك أنت بمحفظت الفيوتشر تسعين دولار أنت بتخبره لما تدخل متبادل بتخبره أنت للمنصة أنه بعد ما يخلص العشرة دولار أنا في عندي تسعين دولار ممكن استخدمها لتغطية خسائري وحمايتي بالصفقة أما لما تدخل أزوليت أنت دخلت بعشرة دولار وفي عندك تسعين دولار بالفيوتشر مجرد ما تخسر العشرة دولار رح يتم إقفال الصفقة هذا الفرق بين الأزوليت وبين الكروس بين المتبادل وبين المعزول أتمنى كنت وضحت لك الفكرة وعرفت شو هي الرافعة المالية أتمنى أنك ما تستعملها إلا إذا كنت صاحب خبرة وأتمنى أنك تبدأ بحسابات تجريبية بغض النظر عن النظرة الشرعية للرافعة المالية هيك وصل نهاية الفيديو قنواتنا التليجرام مهم جدا أنك تنضم لعائلتنا على التليجرام استثمر عقلك إلى اللقاء